اشتركوا في القناة وكنا ذكرنا ان من النقاط التي ينبغي الالتفات اليها هو معرفة مقدرة الطرف المقابل على الاستيعاب على قاعدة خاطب الناس على قدر عقولهم ثم ذكرنا نقطة اخرى وهي ضرورة الارشاد اما الثالثة وهي مهمة في البين قال بالنظر الى الدفاع عن الاسلام وهي حفظ قواعد الدين عن ان تزلزلها الشبهات لو عنونا هذه الفائدة بعنوان اخر لكانت الحكمة مباشرة وقلنا الدفاع عن الاسلام بعبارة اوضح اداء مفاهيم الاسلام باسلوب اسلوب واضح الدلالة بعبارة اوضح الشبهة ما كانت لتكون لولا ان في صاحبها قصور او تعمد على المغالطة فلو اديت الفكرة الاسلامية العقيدة الدينية بشكلها الواضح لقلنا لم يبقى مجال لاخفاء الامر بالمغالطة ولما كان هناك ما يشبه الحق لكانت العبارة واضحة هذا التعبير الذي عبره المصنف بالنظر عن الدفاع بالنظر الى الدفاع عن الاسلام في محله لكن المراد ليس الدفاع عن الاسلام بمعنى قصور انما الدفاع عن الاسلام بمعنى ابداء حسن ابداء وبلورة في العبارة هذه النقطة الشريفة تتبنى لاضاءة على على منتقدات من قبل الاخرين يظنها اهل الجيل حديثة وهي قديمة بقدم الجدل اشكالات طرحت على افكار الاسلامية من الصدر الاول الى يوم الناس هذا وازيد ولعن الله يزيد لو افردنا مسائل علم الكلام لتبين لدينا ان كثيرا من المسائل التي تدرس وبشكل معمق مبدأها شبهة ومبدأها اشكال كمسألة الجبر والتفويض بمعنى ان الله تبارك وتعالى هو الخالق الواحد وهو القادر القاهر فهل ترك الانسان مخيرا او جعل الانسان مسيرا فهل ان الانسان يختار ما يريد او ان الله عز وجل يلجئه الى ما يشاء شبهة سل فيها السيف وظننا ان مبدأها سياسي حاكمي سياسي حاكمي واصل مسألة الاجبار المنسوبة الى الله تبارك وتعالى بحسب التحقيق اصل المسألة طرحت من زمن معاوية الداهية وهناك رأي ان طرحها قبل هذا بفترة الحكام الاوائل ومبدأ هذه المسألة عدم اعتراض الرعاية على الحاكمين وما ردها الى ضرورة الاطاعة فان الحاكم يصيب وهو غير مخطئ بداهة انه مجتهد من جهة ومن جهة اخرى هو يطبق ارادة الله عز وجل لو ان معاوية الداهية لم يعدل بين الرعاية لكلنا لقلنا ان تلك ارادة الله في حقه لانه ما تشاءون الا ان يشاء الله وبهذا برر بعض القاصرين او بعض الخارجين عن الاسلام برروا جريمة يزيد بحق الامام عليه السلام في كربلة لان المسألة ترد الى ان الله عز وجل لو لم يرد هذه الجريمة ولم يرد وقوع مثلها لرفع الله عز وجل ظلم الظالمين اذا ما رد المسألة كشبهة الى تلك الازمنة البعيدة الى يوم الناس هذا ما زالت الشبهة تأخذ عرضا وتذهب على نقاط كثيرة القرآن الكريم تبنى الدفاع عنها وتبنى ردها في مطاو المسألة بابداء اصل الفكرة قل هكذا لما كانت الشبهة طارئتان فلم يتبنى الاسلام الدفاع عنها باعتبار انها لم تكن لكن ما ذكرته في بداية الحديث ان اداء الاسلام في بيان كريم واضح وصريح ومباشر يرفع الشبهة من رأس بعبارة اجمل من دقق في مرادات الآيات الكريمة وجد ان العدل الرباني في مطاو الآيات واضحا ويتمكن الانسان اذا اطلع على مراد الله عز وجل في القرآن من رفع هذه الشبهة ان تأتي ويسمى عندئذ دفع لا رفع خلاصة المطلب مرة انت ترفع اشكالا مرة انت تدفع اشكالا دفع الاشكال عن ان يأتي اليك ابتداء يكون بيانك واضحا وصريحا بحيث لا يتبنى الطرف الاخر امكان الاعتراض عليك هذا يسمى دفع ومرة اخرى لا وقع الاشكال فكيف ترفعه فان كان الاشكال متأتيا نحتاج الى رفعه وان كان الاشكال متوهما نحتاج الى دفعه البيان الرباني وطريقة المعصومين عليهم الصلاة والسلام ظهرت باسلوبين معا باسلوب الرفع وباسلوب الدفع جيد مسألة اخرى ايضا طرحت ان الانسان محدود الفكرة وهو قاصر عن ادراك المغيبات فان الزم بالايمان بغيب كان تكليفا فوق الطاقة وان الزم بالتعاطي مع ما بين حواسه لم يؤمن بالغيب وعليه وعليه يلزم من الحالين ضرورة الايمان بما تحت يديك اعيد الشبهة هكذا او الاشكال هكذا يتبلور الانسان مأمور بالتفكير والتدبير بما حوله من عناصر وما خرج عن طاقة الحواس غير مأمور بالخطاب به وغير ملزم بالايمان به ومن خارج الحواس شيئان قبل خلق الكون يعني ما يتصل بالله الواحد الاحد القهار سبحانه وتعالى وما بعد الموت كلا الامرين خارج عن دائرة المقدور الاحساسي للبشر فانت ملزم بالايمان بما لديك من علوم اللي مردها الى الرياضيات العامة وما ينطوي ذلك على المنطق والبعض الحكمة والفلسفة وعلى الفيزياء والكيمياء وما كان خارجا عن هذه الاطور فهو غير مادي او غير مادة وان كان كذلك فانت لا سبيل لديك ولا وحدة قياس ولا قناة علمية لتضطرك للإيمان بها عندئذ اذا انت مادي تؤمن بالماديات وغير ملزم بما وراء الطبيعة لانك لو الزمت بما وراء الطبيعة من قبل خلق الكون ومن بعد موت الانسان لألزمت بما فوق طاقتك الفكرية وعليه يؤدي هذا الى عدم مخاطبتك بالإيمان بالمغيبات شبهة طرحت بأكثر من بيان على مدى العصور وإلى يوم الناس هذا ما زالت الشبهة آخذة بعرضها إذن هذه شبهة أيضا طرحها القرآن الكريم في مطاوي آياته وفندها وما نحن في دراسته من علم البيان سنعقد لها مطلبا خاصا لو كنتم تذكرون في حلقة سابقة قلنا نصف المعرفة أداء السؤال السؤال هو قناة المعرفة في الجواب السؤال المباشر وتصحيح معرفة تصويبه يخصر عليك طريق الشك السؤال الذي طرح هل الكون خالق قلنا هل يعقل وجود الكون بلا خالق تصويب السؤال قصر عليك نصف المسافة لأن الفيزياء التي بين يديك آمرة واضحة بعدم إمكان حدوث موجود من دون موجد كل ما في الكون عناصر تؤثر وتتأثر وجميع ما حولك من الماديات صارخ باحتياج المعلول إلى علة والعلوم كلها مجمعة على عدم إمكان حصول الثاني بلا أول وعلى عدم إمكان حدوث الشيء صدفة حتى لو جهلت عناصره الأساسية هذا لا يعني أنه جاء من غير عنصر وعلى هذا كانوا يقولون إن مبدأ الكون انفجار عظيم وأنه في تلك اللحظة ابتدأت المادة والماديات أقول ابتدأت المادة والماديات ولا أوجدت المادة والماديات ابتدأت يعني كأنها صدفة وهذا لا يقبله عاقل ولا يرتضي حتى الفيزيائيون الذين يؤدي بهم أمرهم إلى الإلحاد لأنهم يقولون ويتعبير لطيف لأنهم يقولون قبل هذا لا نعرف شيئا فلنبدأ من هنا إذا افتقدوا وحدة القياس شبهات كثيرة تأتي من جملتها أن الله عز وجل قد أوجدك منفتحا عليه ومتصلا به وتدركه بالوجدان وإن لم تره بالعيان فعلى ما تتخذ بينك وبينه توسيلة بالخطاب المعبر عنها بالتوسل والتبرك فإذا فإذا كانت الطرق بينك وبين الله عز وجل مفتوحة واضحة وأنه أقرب إليك من حبل الوريد وأنك تناجيه ساعة ما تشاء وأنه مطلع على الخفايا والطوايا فلم تتخذ بينك وبينه واسطة إذن مسألة أيضا أشير إليها في أزمنة سابقة يعبر عنها إلى اليوم بمسألة التوسل وهو المنسوب إلينا نفتخر بالانتساب إليه ومرده قرآني لأن الله عز وجل يطاع من حيث أراد لا من حيث نريد ومن إطاعته سبحانه وتعالى أن تكرم ما أمرك بتكريمه وأنه سبحانه قد أوجد لخلقه رموزا من حجر كالكعبة الشريفة ومن بشر كالأنبياء الكرام ومن ملائكة كالذين ذكر أسماءهم وأنه يدعى ربنا بهم ويتبرك بذكر أسمائهم كجبريلا وميكال إذن أمر الله عز وجل خلقه المكلف العاقل من الجن والإنس بتكريم رموز جعلها منشأ في الخطاب الرباني هذا ليس بدعة وليس خروجا عن أمر الله سبحانه لأن الإطاعة المسمات بالعبادة هي كما نص سبحانه على احترامه بعبارة أوضح إن العبادة هي عبارة أخرى عن الالتزام منك بمراداته فلو أمرك أن تكرمه سبحانه بالسجود لما جاز لك أن تكرمه بالركوع لو أمرك سبحانه وتعالى بتسبيل اليدين بالصلاة لما جاز لك أن تتخذ انحناء وتواضعا أكثر بهذه الطريقة لأن الله سبحانه يحبك أن تطيعه كما أراد لا كما تريد ونص لطيف فيه رمز شريف بين الله عز وجل وبين إبليس لعنه الله قالت الرواية أن إبليس أخذ في نفسه ما يأخذ البشر وسولت له نفسه طرقا من استقلالية فعندما أمره الله سبحانه بتكريم آدم وآدم يا أحبة هو أول وسيلة بين الملائكة وبين الله التوسل على طريقة أن تتخذ مخلوقا بينك وبين الله هذا أمر الله الملائكة المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون أمر الله عز وجل هذا الخلق الشريف لهن الملائكة أن يعبدوه متجهين إلى آدم يعني بعبارة أوضح قال يا ملائكتي إذا أردتم خطابي وإذا أردتم عبادتي فاتجهوا حيث آدم ولا أقبل لكم أن تصلوا إلي أو تتجهوا إلي إلا من الجهة التي يكون فيها آدم فازجدوا لي حيث آدم وهذا من معنى قوله تعالى سجدوا لآدم شو يعني سجدوا لآدم يعني سجدوا للجهة التي فيها آدم مثل إذا سألتني كيف أصلي أقول صلي للكعبة معاذ الله صلي لله لكن تعبيري صلي للكعبة هذه اللام تسمى لام الجهة لام الصوب لام لاتجاه لام صلي للغرب صلي للباب صلي للكعبة صلي لآدم صلي لآدم يعني خذ آدم جهتك يعني اجعل آدم وسيلة بيني وبينك فأمر الله عز وجل أشرف مخلوق عنده قبل آدم عليه السلام وهو الملائكة قال ازجدوا لآدم يعني ازجدوا لي لجهة آدم يعني يا جبريل تواضع للجهة التي فيها آدم واخضع لربك حيث جهة آدم إذن استقبل آدم بوجهك يعني اجعل آدم قبلة إذن أول قبلة في العبادة الكونية هي بشر أول استقبال من عاقل يخاطب الله كان لجهة البشر فعلى ما ينتقص قدر المذهب الكريم الإمام الاثنى عشر في اتخاذ المعصوم قبلة في اتخاذ آدم قبلة استقبالنا بالصلاة للحجر الكريم المسمى الكعبة الشريفة وهذا الحجر المقدس البنية الكريمة البيت المعمور قدسه الله تعالى لتقديس البشر إذن فالبشر المقدس أقدس من الحجر المقدس كما يقول أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام واصفا للكعبة الشريفة قال ثم ابتلاهم الله بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها حرما آمنا وقياما للناس أقامها الله شعارا فأدينا التحية لأمر الله أمرنا سبحانه أن نتجه لصوبها حيث كنا من بقاع الأرض فامتثلنا أمر الله فعبادته أن نطيعه كما أراد أرادك أن تتجه لآدم أرادك أن تخضع لعلي أرادك أن تستقبل القبلة وما العبادة سوى إطاعة الأوامر إذن أمر الله ملائكته والعاقلين من خلقه أن يعبدوه متجهين إلى آدم سجد الملائكة كلهم أجمعون وأبى إبليس أمر الله تعالى واستكبر وعاند فخاطبه الله معاتبا لعدم سجوده وكان من طلب إبليس هذا المطلب قال ربي اعفني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لا يقوى عليها أحد إذن يشترط على ربه ويعاند أمر الله ويبتكر حكمة فكان مبتدعا يتواضع كما يشاء يفرض لنفسه عبادة كما يحل له قال قال اعفني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لا يقوى عليها أحد قال الرب عز وجل يا إبليس أريدك أن تعبدني من حيث أريد لا من حيث تريد الإطاعة والعبادة هي حسن الالتزام بأمر الله سبحانه فلو أن الله تعالى أمر الولد بعبادته من خلال إطاعة الوالدين لكانت الجنة تحت أقدامهما ولما جاز لبشر أن يتصل بالله تعالى من غير الطريق الذي رسمه فإن رسم إطاعة الوالدين والبر بالآباء والأمهات كانت هذه طريقة عبادة ونحن في شرعنا الكريم كما نقدس المضمون نقدس الطريق الموصل إليه وبعبارة أجمل تتخذ الطرق والوسيلة قدسية لقدسية المطلب فلا يقدس الله عز وجل مطلبا أخيرا يعني الصلاة يعني الصوم العبادة لا يقدس الله سبحانه وتعالى مطلبا أخيرا إلا بعد أن يرتضي طريقه وكل أمر يطلبه الله عز وجل منك بأن توصل عبادتك إليه ينشأ من هذا تكريما للطرق تكريم للطرق فلا يقبل الله عز وجل منك صلاة في دار مرسوبة ولا يرتضي الله تعالى لك صوما بظلم آخرين أو بظلم نفسك كل طريق ملوث وكل سبيل مشبوه لا يوصلك إلى المطلب الشريف جميل فالغاية لا تبرر الوسيلة عندنا هالطريقة المكافيلية الغاية لا تبرر الوسيلة يعني الغاية ما هي مثلا قل الغاية إقامة صلاة الجماعة فإذا لم نجد مكانا متسعا لإقامة صلاة الجماعة وهي شعار كريم وهي أقدس عبادة عندنا فلنصلي في الشوارع ولنقطع الطرق على الناس هل يصح هذا ممنوع وصلاتك باطلة لما لأن الغاية وإن كانت الصلاة شريفة لا تبرر الطرق المؤدية إليها إلا أن تكون طرقا مشروعة أعيد المطلب الأخير يكون نبيلا فالطرق المؤدية إلى ذلك المطلب يجب أن تكون نبيلة وشريفة لا أنها تصير نبيلة لأنها تؤدي إلى المطلب أبدا وعليه كل ما يؤدي بك إلى مطلب الله عز وجل منك هو المسمى بالوسيلة إذن هذه الوسيلة هي المأخوذ منها عنوان التوسل وهذه شبهة أيضا تطرح سنعنى بالبحث بها مفصلا مسألة أخرى يطرحها بعض علماء اليوم أو بعض فلاسفة اليوم يقولون طرق المعرفة عند الإنسان متفاوتة وعلى أساس امتلاك الفرد لقنوات المعرفة يوصف بالذكاء وبالبلادة وبالنبور وبالصبق للآخرين وكيفية انتقال الإنسان بين معلوماته التصورية وصولا إلى مجهول تختلف وتتخلف بين إنسان وآخر وعليه فقد تجد إنسانا يحصر معرفته بالحواس الخمس ويزيد ولعن الله يزيد ويزيد الأمر غنى عند بعض الناس بالحاسة السادسة وهي المسمات بالحدس وعند آخرين بالسابعة وهي السرقة الأفكار وعند آخرين بصبق الزمن وعند 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 إذن إذن يرتق الإنسان بمدارج المعرفة عبر حواس زائدة وعليه قد يفرض بحق إنسان انفتاح أكثر من سواه ويعبر عنه بالعبقر ويعبر عنه بالاستثناء ويعبر ويعبر وهل الوحي إلا هذا فلا داعي لحصر الإيمان والالتزام بالدين عبر الوحي شبهة تتبلور بنقاط النقطة الأولى الوحي هو عبارة شبهة هذا ليس مطلبنا الوحي هو عبارة عن إخبار الإنسان بما يجهل فلو فرضنا أن الأجيال أوصلت بابتكاراتها إلى معرفة الأشياء المجهولة وأن إنسانا كان يتمتع بقدرة ذهنية خارقة أو أن بني الإنسان اتفقوا فيما بينهم على مصالحهم فما الحاجة إلى الوحي عنو هذا البحث تحت عنوان ما الحاجة إلى الدين ما هي الحاجة إلى الإيمان فهل الإيمان ضرورة ثم هل الإيمان الضروري ينحصر بطريق الوحي عبر السماء ولا للإنسان إمكانية الوصول إلى مجاهيل بغير طريق الوحي فما الوحي إلا النبوغ والذكاء الحاد وبالتالي لا ضرورة لحصر الإيمان بالمغيبات عبر الوحي بداهة أن الأجيال والاختبارات والاكتشافات هي عبارة عن تصويب النظرة نحو المجهول أي للغائب إذا بالإمكان معرفة المغيبات من غير طريق الوحي شبهة ممكن أن تنطلي على محدودي الذهن وهل ينحصر الإيمان بما تقول أنت أنك اكتشفت مصالحه ومفاسده وإذا كانت الإرادة هنا بالإشكال على المصالح والمفاسد الدنيوية فلا يجوز الالتزام بهذا الحد من الإشكال بداهة أن في الكون من العناصر المجهولة أكثر من عناصرك المعلومة ومن ألطف التعابير في مقام الرد ابتداء وسنفرد لها بحثا من ألطف التعابير هي أنت لم تدري بالحد الأول للكون فكيف تحيط بالحد المجهول أعيد الدعوة هذه تنطلي بتصويرها على القاصرين فيقولون إنما نحتاجه من الكون هو تحت أيدينا في الاختبار وأكثر من هذا لا يعنينا تنطوي على هذا أقول وما وما يدريك بأن الكون هو عبارة عن الانحصار الذي تحت يدك أو الذي اكتشفته أنت إلى الآن وعناصر التأثر والتأثير عبر الأثير وفيك وفي غيرك ومما يرى ومما لا يرى هذه في الكثرة النوعية أما في الكثرة الكيفية والتأثر الهائل في الكون فعلى امتداد البشر يجمعون بين عناصر ليولدون آخر علمياً ثم يتبنى المجتمع العلمي أن هذا المكتشف هو مضر فكيف يسمح لرب الحكمة سبحانه وتعالى أن يسمح للبشر على امتداد العصور بأن يجرب بأنفسهم وما حالة البؤس والتعاسة التي يعيشها الإنسان من ظلامات ومن إيذاء الطبيعة له سوى تعديه وليكن من إشارة الآية الشريفة بقوله سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إشارة إلى هذا المعنى بعد وأما الاتصال بالعالم الأخروي أو بعالم مبدأ الكون يعني قلت الحد الأول مجهول عندك فمبدأ الكون ومنتهى الكون هو عبارة أخرى عما وراء الحس وتفاصيل بدايات الكون كتفاصيل حياتك غير المادية بعد موتك هي تنحصر عبر الوحي بعبارة مختصرة نحن نرأف بإخواننا بني البشر الذين أسروا أنفسهم للفيزياء وانأسرت معرفتهم بالمادة لأنهم ماديون لكنهم يدركون بأن الفيزياء هي عبارة عن الوليد التلقائي للمادة وأنهم يعلمون أن المادة ليست مبدأ الأشياء صحيح هم بالدقة ما أنكروا ما أنكروا وجود موجود قبل المادة لكنهم قالوا لا نملك قناة المعرفة ولا نحيط به صحيح بعبارة أوضح ما عندهم وحدة القياس لمعرفة الموجود غير المادي صح لأن ما بأيديهم من قنوات معرفة تنحصر بالموضوع المادي فما قبلها وما بعدها يحتاج لعلم آخر بقناة أخرى هذه القناة نسميها بالدين إذن قال المصنف الكريم الفائدة الثالثة بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام وهي حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها الشبهات تزلزلها الشبهات تعبير استنهاضي بهدف إثبات أو تثبيت إيمان المؤمنين من أن يتزلزل بناء دينهم من قبل شبهة ولما يكون الزمن إعلاميا مرا ولما يكون الناس ليسوا على مستوى واحد من إمكانية التمييز بين الحق والباطل يشتبه الأمر على كثيرين أو يكون المراد من زلزلة القواعد بلحاظ المشككين أنفسهم وكلمة تعيسة قالها قائل من المسلمين مهووس بالانفتاح مهووس بالتجديد أصابته إنفلونزا التغيير وإنفلونزا التجديد وضرورة التجديد لدواعي وطوائل أردها أجمع إلى القصور قصور قال يجب من كلامه قال يجب أن نهدم مسلماتنا قبل أن يهدمها الآخرون شو هالإنهزام وهالإنبطاح وهالإعتراف بعدم الثبات وما هذه الشخصية الداخلية التي ينطوي عليها هذا الجسد الناطق بهذه الكلمة أن نهدم مسلماتنا يعني أنت قائم على غير قواعد وأنت نائم على غير هدى أنت منسوب تراثي إلى الإسلام أو أنت منسوب وراثي إلى الدين ليس لك على دينك من دليل ولست مؤمنا بالأدلة وما عندك من كم في هذه المعلومات الدينية تسميه موروثا بلا دليل حتى كبرت الكلمة التي يقول فيها يجب أن نهدم مسلماتنا قبل أن يهدمها الآخرون إذن أنت لا ترد إلى دين يعني لا ترجع إلى عقيدة وتقول يجب أن نهدم قبل أن يهدم ها الآخر هذا في أحسن التعابير ترده إلى القصور وإن أسأت الظن أو ارتقيت في مدارج المحاكمة قلت إنها كبرت كلمة تخرج من فيه قال والشبهات تجد لنفسها متنفسا في كل عصر ومصر وكلما امتد الإعلام بالناس كلما صار احتمال السقوط تحت الشبهة بالتأثير الإعلام أقوى وتهدد كيان الدين الإسلامي الحنيف لا نرتضي مثل هذه الكلمة التي تشير من غير قصد إلى الإنهزامية وتهدد كيان الدين الإسلامي أبدا الدين الإسلامي بكيانه محفوظ أنت وظيفتك أن تحفظ المسلمين وهنا أكرر لا يجوز من أحد لأحد أن يدعي أو يدعى له أنه حافظ الإسلام وأنه حافظ الدين حافظ الإسلام هو رب الكون وحامل الإسلام هو الإمام عليه السلام هو سبحانه وتعالى أنزل الذكر وحافظه وأنزل القواعد ودل عليها الناس إذن إذن ديننا بنيانه قائم أما وظيفتنا نحن المدرسين ونحن الدارسين ونحن المتعلمين ونحن المبلغين ونحن المؤمنين وظيفتنا جميعا أن نحفظ المسلمين والمتدينين لا أن نحفظ الإسلام والدين بعبارة أوضح بدعوة أخوية لا يحفظ التشيع إلا ربه ولا يحفظ الإسلام إلا مشرعه إنما وظيفتنا نحن ووظيفة القيمين على تبليغ الأمر الديني هي الحفاظ على المسلمين وهي الأخذ بأيديهم وهي الربط على قلوبهم وهي المسح على رؤوسهم فإن مسحت على رأس مسلم بيدك وإن مددت له يدا وإن ربط على قلبه ساعدته على ثباته من أن يتزلزل قال فمن فمن تلك الشبهات إن الإنسان لا يمكنه أن يدرك أكثر مما يراه ويلمسه ويعايشه بحواسه في الشبهة الأولى التي طرحناها وأما ما هو واقع خلف إطار الحس وغير مشهود له فهو بعيد عن إطار المعرفة وينبر أن يشطب عليه أي أن لا يكلف به لما لأنه خارج عن مدارك المعرفة أو عن قنوات المعرفة لأنه حصر قناة المعرفة بالحس المادي إذا الحواس صارت هي الطرق وما كان خارجا عن الحواس هو غير مكلف بمعرفته وبالتالي هو غير مخاطب بالإيمان بالوحي وغير مخاطب بالإيمان بالدين قلت لكم فيما مضى أحبتي إن العلم صارخ بالإيمان بالغيب وإن الاختبارات والاكتشافات هي المفردة الدنيا والمفردة الصغرى التي تترجم عمليا إيمان المختبرين والمكتشفين بالمغيبات ولولا الإيمان بالغيب فطريا ووجدانيا لما اهتم مكتشف ولا مختبر ولا مخترع بالتفتيش عما وراء الحس ولما ولما تم هذا الإنجاز الهائل المتقدم عند بني البشر فلو سألت اليوم قيما على مختبر عما تبحث عن الموجود بين أيديك بين أيدي الناس أو عن غائب عن الحواس قال عن غائب عن الحواس قلت تبحث عن غائب عن الحواس موجود أو معدوم إن كان مقطوعا بعدمه فهو الهباء وهو الغباء إذن هو يفتش عن موجود غائب عن الحواس موجود غائب عن الحواس وليس الإيمان بفكرة الغيب إلا هذا نحن نؤمن بوجود موجود غائب عن الحواس إذن أصل العلم يستنهض الإنسان نحو الإيمان بالغائب سبحانه وتعالى أو بالغائب عن الحواس عز وجل اثنين شبهة الأخرى أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك أي معرفة عملية مما ينبغي فعله أو تركه عن طريق عقله باستقلاله وإنما السبيل لإدراك ذلك هو ما يرد من الشرع لا غير هي شبهة أيضا نأتي إن شاء الله للتعرض لها باعتبار هذه الشبهة تقول ما ينبغي عليك فعله وما ينبغي عليك تركه هو ديني يعني عن طريق الدين وإذا كان عن طريق الدين فما ينبغي الالتزام به ولا ينبغي الالتزام به من الدين مرده إلى العقل وأنت لا يمكنك بعبارة أوضح وأنت لا يمكنك أن تؤمن وترفض وتفرض إلا من خلال الدين أعيد شوفوا شبهة أنت كمتدين تحصر مسألة الالتزام والرفض بالدين هذا يجب الإيمان به هذا يحرم الإيمان به هذا ممتنع تصديق به هذا يجب التصديق به والاعتراف به هذا يأسرك وهذا يرفض عنك جميل إذا كان هذه الأوامر كلها ما ردها إلى الدين إذا كانت هذه الأمور كلها ما ردها إلى الدين فيجب الإيمان بها دينا ويجب الترك لها دينا أقول وليس للعقل دخاله في إمكانية الفرض والرفض صح يقول صح كمتدين غير ملتفت إلى الشبهة يقول صح إذا كان كذلك فمما يجب أن تعرفه ويجب أن ترفضه هو الالتزام بالدين نفسه من أين من العقل وصلت الشبهة ها شبهة وين كلمة يجب ومفروض ومرفوض حصرتها أنت بالصادرات من الدين صح إذا هذا مرفوض هذا مفروض هذا يجب هذا مسموح هذا ممنوع هذه الصادرات تنحصر بمدركية الدين جميل أقول وأصل المسألة اللي أنت ما سألت عنها بعد هل يجب عليك الإيمان بالدين نفسه هذا مش من واجب وممنوع ومسموح إذن يجب عليك الإيمان بالدين هذا من الواجبات مثل ما مصدر مصدر الإنزال للإلزام هو الدين أنزل لك الدين واجب الفعل واجب الترك إذن أوامر ونواهي وفرض ورفض تصدر من الدين جميل من جملة ما يفرض وما يرفض هو الإيمان بالدين نفسه منين هذا مش من الدين لازم يكون من بره إذن كيف حصرت بالأول كل الفرض والرفض بالدين وتبين لك أصلا الآن بالشبهة أن أصل الإيمان والرفض والفرض بالدين كله جاي من العقل جميل الشبهة وين إن أصول ديننا عقلية وأن فروع ديننا نقلية أعيد أصل الإيمان عقلي بامتياز ونرد الإيمان بالدين إلى العقل فبالعقل يعرف الرحمن ويعبد وبالعقل يلتزم بالقرآن وبالعقل يؤمن بالمبدأ والمعاد وبالعقل نقيم الدليل على أصول الدين بعد أن يثبت الدين من العقل فيأمرك العقل عندئذ بشكر هذا المنعم الذي دلك العقل عليه ويأمرك العقل بإطاعة هذا الواحد الأحد الخالق لك ويأمرك العقل بالالتزام بنصائح هذا المشرع الحكيم سبحانه وتعالى إذن بادئ الأمر عقلي ومنتهى الأمر عقلي ونقلي فيجب عليك ابتداء الرجوع إلى العقل لكن العقل الكريم لكن المخلوق الشريف لكن الجهاز الرائع المسمى بالعقل يلتزم حدوده الأدبية مع المشرع سبحانه دلك دلك على المشرع أوصلك إليه أراك خالقك ألزمك بمعرفته فأوصلك إليه وسلمك لديه وقال لك العقل أما من هنا وصاعدا فالآمر لك هو المشرع لا يمكن للعقل أن يدرك مصالح ومفاسد العناصر الكونية لا يتمكن العقل من اتخاذ طريقة شكر الله عز وجل بالثنائية في صلاة الصبح ولا بالثلاثية في صلاة المغرب العقل يقول أطع الرب الذي خلقك واشكر المنعم عليك كيف تشكره يعني لو سألت العقل الذي دلك على المنعم عز وجل أوصلك إليه لو كررت السؤال عليه وقلت أيها العقل النبيل دللتني على منعم وأوجبت علي شكره من الذي أوجب عليك شكر المنعمين العقل دللتني على المنعم وأوجبت الشكر عليه له سبحانه كيف أشكره هذا السؤال ليس المسؤول عنه العقل بعبارة أوضح من المنعم العقل يجيب هل هناك منعم العقل يجيب يجب عليك شكره أو لا يجب العقل يجيب كيف أشكره يقف العقل هنا ويقول أعطيك ضابطا عاما أشكره كما يريد لا كما تريد العقل يقول إن الالتزام بالأمر هو أعلى مراتب الشكر وهذه منيح تحفظ أعلى وأغلى مراتب الأمر هو الالتزام بالشكر الشكر هو الالتزام بالأمر شكرك للمنعم هو أن تحترم أمره الأب والمعلم واليد الممتدة إليك صار لها عليك حق الشكر كيف تشكرها بالالتزام بأوامرها إذن الإطاعة المطلقة هي عبارة عن ترجمة عملية للشكر الذي أوجبه عليك العقل فشبهة تنحل وليست من مبدأ واحد من مبدأين إيمانك بأصول الدين عقلي وتفاصيل الدين نقلي فالدين ما كان لولا العقل بس الشكر والالتزام بالحكم الشرعي ما كان لولا النقل فهما معا توأم فالشبهة قبيحة ساقطة الشبهة الأخيرة أو الأخرى أن الإنسان مجبور في كل أفعاله وحركاته وسكناته لا اختيار له في شيء منها مبدأ الشبهة قصور الإنسان وافتقاره يعني لو طلع الإنسان بوجوده في الكون لا احتار كيف يختار يظن أن مبدأ الوجود إجبار ويدرك أن منتهى الوجود إجبار فما بينهما إجبار مثال على ذلك مجيئك إلى الدنيا لم يكن باختيارك ورحيلك عنها ليس باختيارك مجبرا عليه ما أنت بعد اختيار أبويك ليس من اختيارك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت لا تستشار لا في الأرحام ولا في إخوتك ولا في والديك ولا في ساعة الميلاد لم تختر أباك ولا أمك ولا الأرض التي تولد عليها ولا تستشار أمر رباني قهري بامتياز والرحيل كذلك لا تختار سنك ولا صحتك ولا لونك ولا شكلك ولا ساعة الرحيل إذن من مبدأ الوجود إلى منتهى وجودك إجبار فما بينهما إجبار الرزق والصحة والعلم والفهم وليكن معه والدين والكفر وليكن معه الأخلاق وعدم الأخلاق وليكن مع هذا من المجبر عليه يعني مثلا أنه من امتثل الخلق الرفيع ومن امتثل الرذيلة وسقط فيها من رفع يده للتحية والكرامة أو من رفع يده ضربا لليتيم كل الأمرين إجبار ما عندك شيء تستدل به على الاختيار فما بين وجودك ومنتهىك إجبار بإجبار بإجبار وإلى ذلك تشير الآية الكريمة وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا قول الأشعريين من السنة هذا قول القاصرين من الناس نسبوا الأمر في الوجود إجبارا وقالوا كل ما في الوجود من حركات وسكنات وأفعال واعتقادات هي إجبارات لهذا الخالق القاهر طبعا فيه أن يعبر لك فيه تعابير أقول يعني هذا الرب القادر القاهر ظالم أم غبي جاهل أم متغطرس أوجد الخلق وأغراهم وأوقعهم وأسقطهم ثم يحاسبهم لا يخطر في البال ظلم بعد هذا الظلم هذا الرب المسيطر على الكون والموجد له بأدق نظام فاته أم عبثة بوجود خلقه يخلقهم ويجبرهم ثم يعاقبهم ويحاسبهم في المقابل قول آخر قالوا لا يليق بهذا الرب اللطيف الخبير أن يتدخل في شؤون العباد بل إنه أوكل أمورهم إلى أنفسهم هذا يسمى بالتفويض المبدأ الأول شو اسمه الجبر الإجبار القهر المنسوب إلى المذهب الأشعري بالمقابل لا إنه لا يجوز لهذا الرب القادر القاهر اللطيف الخبير العالم الرحيم أن يتدخل في عباده فيجبرهم ويلجئهم بل خلقهم وفوض إليهم أمورهم فمن زن فبكسبه ومن تخلق فبإرادته من عبد فبتوفيقه وتزديده لنفسه ومن جحد فبإركاره ولا شأن لله عز وجل في الخلق أبدا وهذا يسمى بالاختيار المطلق المعروف بالتفويض والمنسوب إلى المعتزلة المذهب المعتزلي نحن في المذهب الإمامي نقول بمبدأ بين الأمرين وهي قول الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين بين وفي رواية أمر بين أمرين لا نرى الإنسان مجبورا على كل شيء لكننا لا نراه مختارا في كل شيء مبدأ المجيء ومنتهى الرحيل إجبار ساعة الميلاد وساعة الرحيل إجبار لكن بينهما اختيار بين لا ينكر بالوجدان بيني وبينك سيطرة على الموقف في لحظته ولذا كان الإنسان بالوجدان أولى النادمين لو كنت مجبورا لعذرت نفسك بعبارة أوضح من كان مريضا على السقوط أو الإسقاط مضطرا إليه غير متمكن من عكسه يكون معذورا لدى نفسه ولدى القانون ولدى العقلاء مجبور واحد ماشي بالشارع فأغمي عليه فسقط هذا السقوط قد أعطب شيئا وأتلف شيئا معذور إذن لا يلام لا من قبل نفسه فهو غير نادم ولا من قبل العقلاء ولا من قبل القانون إذن لو كان مجبورا لما ندم لكن الإنسان في اختيار سيء يندم لكونه كان مختارا كان مخيرا بين طريقتين إذن إذن لهذا البحث الشريف تفاصيل جميلة يأتي بيانها نحن قائلون بالعدل الرباني على طريقة المذهب الإمامي لا بالعدل الرباني على طريقة المعتزلة المعتزلة قالوا إن الله عز وجل خير عباده ولو أجبرهم لكان ظالما وذلك رأي الشاعرة المعتزلة قالوا بعدل الله ومن عدله تعالى أنه يفوذ العباد بما يشاء يفوذ لهم ما يختار فتسموا بالعدليين نحن ارتضينا العدل الإلهي وآمنا به وأنكرنا الجبرة لأنه ظلم لكننا لم نرتئ الطريقة المعتزلية نحن معهم بالعدليين نحن معهم بفكرة العدلية لكننا لا نوافقهم على طريقتهم في تفسير التفويض نحن نقول بأمر بين الأمرين شبهة التوسل تأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين